شاركت مصر في فعاليات معرض الدفاع العالمية المقام بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من السادس إلى التسع من مارس الفين اثنين وعشرين وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي والوفد المرافق له بزيارة جنح شركة تاريثيون السعودية المقتصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني وذلك للاطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات وخلال الزيارة أكد الوزير أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع مشيدا بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية